رواقع الدابعين الماضية عن موقف أجعفر بن أبي طالب كأعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة وكان المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي وتكلم عن نجاش كلام عظيم جدا وعرض الإسلام في خمس محاور محور الأولاني عرض لصورة الجهلية القبيحة اللي كانوا عاشين عليها قبل الإسلام محور التاني عرفه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم محور التالت عرض عليه الإسلام والمنهج بتاع الإسلام والدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والمحور الرابع ووضح له صورة من الأذى اللي تعرضوه من مشركة كوريش عشان يرقى قلبه والمحور الخامس ختمه بكلمات رقيقة وجميلة في حق النجاشي علشان يرقى قلبه من ناحيتهم وعلشان يستقبلهم في هذه الأرض وتكون مصدر أمان لهم والنجاشي قابل كل دوت بكل عقلاني قال له في حاجة يعني أنزلها الله على نبيكم حتى أسمعها قال له أيها فقر عليه صدر من سورة مريم وبكى النجاشي وبكت الأساقف والبطارقة وبكوا بكاء شديد جدا جدا وبعدها عمر بن عاص حاب يعمل مكيدة وقال هقول له أن هما بيقولوا أن عيسى عبد لأن هما كانوا بيعتقد أنه ابن الله فبكده أننا ممكن أدمرهم ويبقى كده يستقصر خضراءهم وخلصوا نخلص عليهم فلما رح قال كده للنجاشي فالنجاشي بعت لهم وسألهم ماذا تقولون في عيسى قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم وروح منهم فقال أجل هذا هو الحق وطبعا البطارقة نخروا واتديقوا واتنرفزوا فقال وإن نخرتم ثم قال للصحابة أنتم آمنون في أرض من سبكم غرم من سبكم غرم ورد الهدايا كلها لعمر بن عاص وعبد الله ابن أبي ربيعة ورفض أنه يقبل أي هدية ثم بعد ذلك خرج البطارقة وزعمه وقالوا للناس ده النجاشي ارتد عن الدين النصرانية ودخل في دين الإسلام ولا بد من خلعه من الحكم وصل الخبر النجاشي كان أول حاجة حباب قلبي ما خافش على نفسه ولا على الكرسي بتاعه ولا على ملكه خاف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعت لجعفر ونبي طالب وقال له خد بالك الناس دي تتقلبوا علي واحتمال يحصل صدام ما بينهم ما بينهم واحتمال إما أن أنا أقتل أو تشال من على ملكي أو يحصل أي حاجة فأنا خوفا عليكم جهست لكم سفنتين على البحر أعوضوا في السفنتين وما تتحركوش فإن أنا انتصرت ورجعت الملكي مرة تانية تعالوا وأنتم آمنون في أرضي وإن اتهزمت وتشالت من على ملكي روحوا أي بلد تانية والتمسوا الأمان هناك فإني أخشى عليكم منهم والفعل أعدوا في السفنتين وكانوا في غاية الحزن والأسى وخايفين على النجاش لأنه فعلا حبوه وحسوا أنه إنسان فعلا فاضل وإنسان عادل زي ما النبي قال عنه صدر على سلام أنت النبيها ملكا لا يظلم عنده أحد وبالفعل راح البطارقة وقلبوا على النجاش واحد من ولاد عمه اللي اتناشر اللي كانوا قبل كده عايزين الملك بعد أبوهم لما مات كانوا عايزين الملك وتخلقوا مع بعض وتصاله مع بعض والحكماء قالوا لهم عن دول صفهاء ما ينفعش هو لواحد منهم من الملك والوحيد اللي ينفع لملك الحبشة هو أصحام ابن أبجر اللي هو النجاشي الذي أحبه النبي وأحبه المسلمون رحمه الله رحمة الوسع وبالفعل جم وخلوه هو نجاشي الحبشة فلما تقلب عليه ابن عمه رحم جاهز الجيش بتاعه والنجاشي جاهز الجيش بتاعه ولطقوا بعد على الضفة الأخرى من نهر النيل وده كان مكان مجهز لأي قتال يحصل ما بين زعماء هناك في بلاد الحبشة أو في أي بلاد مجاورة كانوا بيتقاتلوا في هذا المكان المسلمين قاعدين قلقانين وتعبانين جدا ومتضايقين وقاعدين يدعو للنجاش أن ربنا ينصروا على أعداء وأن ربنا يثبت أخدامه وكانوا خايفين جدا أنه لو قتل ربما ييجي واحد مالك تاني فلا يعرف قدرهم ولا مكانتهم يأذيهم أو يعذبهم أو يسجنهم أو يردهم إلى كريش فيعذبوا كانوا بين نارين بين نارين هم يعضوا ولو هزم النجاشي أو قتل النجاشي ربما ييجي واحد يأذيهم وبيل أن هم يرجعوا مرة تانية لكفار كريش ويرجع العذاب والأذى والفتنة مرة تانية فكانوا قاعدين يدعو ضعاء من القلب أن ربنا ينصر النجاشي رحمه ورحمة ورحمة واسعة وبالفعل في الوقت دوت النجاشي عمل حاجة حلوة قبل ما يروحوا يقاتلوا كان يعني عشان بس يقنع البطارقة دولة أن هم يحاولوا أن هم يعني يعني يتزعزعوا ويبعدوا عنه شوية فحاول أن هو يقنعهم أن هو أن هو على دينهم ورح جايبهم قبل ما يروحوا للقتال قال لهم أنتو إيه اللي مزعلكم مني إيه اللي قلبكم عليهم وكان هو جاب قطعة جلد سيخذوا بالك من الحتة دي قطعة جلد قلنا المرة اللي فاتت وكتب عليها أشهدوا أن لا إله إلا الله وحده إلا شريكة وأشهدوا أن محمد العبد والرسول وأشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله ورح لابسها على صدره ولبس عليها اللبس بتاع ورح جايبهم قال لهم إنتو إيه اللي مزعلكم مني سرتي كت إيه فيكم قالوا خلي بسيرة طب إيه اللي قلبكم عليها إيه اللي قلبكم عليها بالمنظر ده قالوا له إن انت تركت هذا الدين وبتقول أن عيسى عبد قال لهم طب إنتو بتقولوا إيه في عيسى قالوا أن أقول هو ابن الله قال لهم خلاص وأنا أكون مثل هذا ورح مشاعر على إيه على الجلدة اللي كاتب عليها وأشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله قال وأنا أقوله مثل هذا هم فهموا أنه هو يقصد الكلام اللي هم قالوه وهو عارف أنه هو يقصد الكلام اللي مكتوب على الجلد طبعا منهم من اقتنع وقال فعلا هو خلاص لا لا هو ما زال على النصرانية ومنهم اللي قال لا لا ده هو بيموه بالكلام أو بيعرب ويقص حاجة تانية خالص وشكوا فيه وراحوا وقلبوا عليه ابن عمه والتقى الجيشان المسلمين قاعدين يدعوا للنجاش ان ربنا ينصروا بس في نفس الوقت قلقانين جدا طب نعمل ايه عايزين نتطمن عليه بأي طريقة عايزين نعرف ايه اللي حصل احنا عاديين في قلق فروحوا قالوا هل منكم رجل يذهب الى الضفة الأخرى من النيل ويطمئنه ويعرف ما الذي حدث للنجاشي مين بقى جباعة اللي تضرع في الوقت دوت الزبير ابن العوام الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو يعني دايما كان في المواقف الصعبة ليه هو على طول في وش المدفع فاكر حضرتك فيما بعد بقى لما جم المسلمون في عهد عمر بن الخطاب ارادوا ان يفتحوا بلاد مصر لما استعصت مصر على عمر بن العص ايه اللي حصل بعت رسالة لعمر بن الخطاب قال له اريده منك ان ترسل لي اربعة الاف رجل حتى استطيع ان افتح بلاد مصر عمر بن الخطاب رح بعت له اربعة الاف رجل وبعت له معهم رسالة مكتوب فيها من عمر بن الخطاب الى عمر بن العص اما بعد فلقد ارسلت اليك اربعة الاف رجل على رأس كل الف رجل على رأس كل الف ارسلت اليك رجلا بالف رجل كان من ضمنهم من ضمن الاربعة دولة الزبير ابن العوام اول ما وصل الزبير لهم وقفين عند حسن بابليون مش عارفين يفتحون قال لهم ما عليكم الا انطلقوني فوق الحسن واسبوني بقى انا اتصرف طلعوا بسلم ووصلوا لفوق الحسن رح رامي نفسه الناحية التانية في وسط جيش بلد كاملة وفضل يقاتل 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 لحد دما فتح الباب وبفتح الباب دخل المسلمون وانتصروا على هذا الجيش وفتحت مصر بفضل الله واصبحت مصر مسلمة بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الصحب الكرام فالزبير ابن العوام قال لهم انا اللي هروح اجيب الخبر ده بس اوصل ازاي الناحية التانية النيل كبير وواسع في المكان دوت النيل عمد الحبشاء واسع جدا اوصل ازاي الناحية التانية قالوا له ان انفخ لك اربة مية اربة كده جلد يعني وايه وانفخها لك واحضرها وعد بها ناحية التانية حجوم اهل الحبشاء يبايعوه ويتوجوه مرة تانية ملكا على الحبشاء نجاشيا على الحبشاء مرة اخرى فعاد مرة اخرى وراح عامل اجتماع طارق مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لهم بقى اللي حصل طبعا ما بينه ما بين هذا العدو وازاي ربنا نصر وازاي ربنا اكرمه الى غير ذلك ثم بعد ذلك طلب من المسلمين حكتين اول حاجة قال لهم انا اعلنت اسلامي لكني اريد ان اخفي ذلك عن قومي حتى لا يتقلبوا علي مرة اخرى وانا مش خايف على نفسي انا برضو في النهاية خايف عليكم لان لو حصل اي انقلاب داخل الدولة انتو اول ناس هتتئزوا لان انتو ضيوفي وانتو على ملة على غير ملة هؤلاء الناس انا خايف عليكم جدا فاول حاجة رجاء ما حدش يعرف ان انا اسلمت الحاجة التانية خلوا الدعوة للاسلام اللي انتو هتعملوها دعوة سرية يعني لا تجهروا بهذه الدعوة لان ممكن يحصل برضو مشاكل لكم وانا اخشى عليكم من اذى هؤلاء الناس يبقى لك ها شي كان كل همه الاكبر في الموضوع ده يا حباب قلبي هم المسلمين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليهم جدا شوف حتى في عز الفتن والمحن اللي كان هو هتعرض لها برضو في كل الموضوع دي كلها خايف عليهم هم اللي يتقزوا حتى لما قالوا له هنشيلك من على الملك ونجيب واحد تاني اوه اوه ام قال لهم انا جهز تركوا سفينتين قبل ما يجهز لنفسه مثلا على سبيل المسلمين لما يكون واحد بيحكم دولة ويحس ان هو معرض للخطر اول حاجة ما يعمل يا جماعة بيأمن نفسه برا ويأمن لأسرته ويهرب أسرته ويهرب أمواله كلها وبعد كده يفكر هو ازاي نوه ايه يأما يوطد الدعاء بتاعت الحكمة بتاعته يأما هو ايه يحاول نوه ايه يهرب هو كمان ولاهم مش ده اللي بيحصل يا جماعة لكن هو ما فكرش في كده ابدا هو كل اللي فكر فيه حاجة واحدة بس ما فيش لها تاني ازاي يأمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بللي عليك ويتحب ولم يتحبش رحمه الله ورحمة نواسع المهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النجاشي خلاص الحمد لله ربنا ثبت أخدامه في ملك الحبشة وبقى نجاشي الحبشة للمرة الثانية وفضل زي ما هو موجود وصل الكلام دوت لمين يا جماعة بقى وصل الكلام دوت للحبيب نعم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم وصل الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم وصلت رسائل من الصحابة الى النبي بان أصحمه ابن أبجر النجاشي بتاع الحبشة عمل معهم كذا وضح عشانهم بكذا وقف معهم وخاف عليهم وفضلهم على نفسه وعلى أسرته وكان بيخاف عليهم من أي أزى يصلهم وعمل وعمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح به جدا ودعا له دعاء كبيرا صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أخذت الصلاة والعلاقات تتوتب ما بين النبي وما بين النجاشي بدأ النبي يبعث رسائل للنجاشي والنجاشي يبعث رسائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحد ما في سنة سبعة هجرية في سنة سبعة هجرية حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث دعوة خاصة لستة من خيرة أو من كبار ملوك الأرض وأعد لهذا الغرض ستة من خيار الصحابة وطلب من كل واحد فيهم يتعلم لغة البلد اللي هيروحها يعني مثلا اللي رايح الحبشة يتعلم اللغة الحبشية اللي رايح مثلا لبلاد الفرس يتعلم اللغة الفارسية اللي رايح لبلاد الروم يتعلم اللغة الرومية وهكذا فأعد ستة من الصحابة يا جماعة علشان يبعد رسائل للملوك والأمراء علشان يخاطبهم علشان يدخلوا للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى إيه اللي حصل والرسائل دي وصلت إزاي ومين اللي وصل للنجاشية علشان يوصل لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى الله عليه حبيب كالملائك في السماء مطهرين رواي عمدى بعين ملائك في السماء مطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبي مرحلا بكم مرة تانية مع الجزء السادس من قصة النجاشي عليه رحمة الله ورضوانه قلنا يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا أخبار النجاشية والموقف الجميل الشجاع اللي عملوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله على ذلك وبدأت المرسلات تيجي ما بين النبي وما بين النجاشية والنبي شكروا شكر كبير جدا جدا على هذا الموقف العظيم قلنا في أوائل سنة سبعة للهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في دعوة الملوك والأمراء والرؤساء وده من فطنة وذكاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم إيه دايما لما تدعو الرأس اللي تحته يلتزم يعني لما يكون مثلا على سبيل المثال وده مثال بسيط لما يكونوا واحد مثلا صاحب مصنع المصنع ده فيه 600 عامل فبدل ما تتعب نفسك مع 600 واحد واحد وكل واحد تكلمه عشان يلتزم ويصلي ولا ويعمل كذا وكذا فلا لا بالعكس انت تروح تدعو الرأس تدعو صاحب المصنع فإن التزم صاحب المصنع هيخلي كل اللي عنده يصلوا ويصوموا ويذكروا ربنا ويقلوا قرآن ويتقوا ربنا ويعملوا فأنت كده اختصرت على نفسك خطوات كبيرة جدا وده اللي فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدل من الدعوات الفردية البسيطة ديت يدعو الملك فإن أسلم الملك والتزم الأمة كلها ستسلم وتلتزم بفضل الله سبحانه وتعالى فكر النبي عليه الصلاة والسلام يبعت رسائل لستة من كبار ملوك الأرض وكان على رأس هؤلاء النجاشي ملك الحبشة فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه عمر ابن أمية الضمري عمر ابن أمية الضمري النبي صلى الله عليه وسلم بعت معه رسالتين مخصوصين للنجاشي الرسالتين دوا فيهم إيه؟ هتعرف حالا راح عمر ابن أمية الضمري إلى ملك الحبشة ودخل عليه وحياه فرد عليه النجاشي التحية وأول ما جلس معاه واستريح شوية وكده بدأ عمر ابن أمية الضمري طلع أول رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للنجاشين الرسالة باختصار شديد جدا جدا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النجاشي إلى الإسلام النبي ما عرفش أنه أسلم لأن النجاشي أسلم سرا على يد جعفر بن أبي طالب وقال له ما حدش عرف خالص وما حدش يشوفش هذا السر لأنه خايف أن القوم لو عرفوا أنه أنا أسلمت يتقلبوا علي وعليكم ويقتلوكم كان هو خايف على الصحابة جدا فالنبي بيدعوه إلى الإسلام بالرسالة أول ما جات الرسالة إلى النجاشي عمل إيه؟ وضع الكتاب على عينيه إجلالا لهم حطوا كده ودي إن كانت بتدل على شيء بتدل علام قمة التواضع والخلق الجميل اللي كان بيتحلى به النجاشين لما وصلت نفس الرسالة إلى كسرة ملك الفرس مسك الرسالة ورحمة أطعها نصين فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصله ذلك مزق الله ملكه كما مزق رسالته وبالفعل يتقتل كسرة ملك الفرس ويضيع الحكم بتاعه وتسقط إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم لأنهما رفضوا وتكبروا شفت ديه؟ فلما رفضوا وتكبروا اللي اتنين اللي اتنين الامبراطوريتين ضاعوا وتدمروا وهلكوا بفضل الله سبحانه وتعالى الشيطة في موضوع النجاشي أول مواصلة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أستطيع الآن أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهبت إليه وجلست بين يديه وتمرغت على قدميه شوف يا أخي تواضع الملوك شوف ما شاء الله كان ممكن يتكبر يقول ده أنا ملك بلد ده أنا النجاشي وكده ويتكبر وممكن يسلم برضو بس برضو يفضل فيه عزة البلوك أبدا في قمة التواضع وصلت رسالة النبي حطها على عنيه وينزل من عسل الملك ما ينفعش أنه نقرأ سيء أنه نقرأ رسالة النبي وأنا جالس على سرير الملك أبدا لازم أنزل على الأرض تواضعا لله أولا ثم تواضعا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل من على الملك وقال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والله لو استطعت وأن أذهب إلى رسول الله الآن لذهبت ولجلست بين يديه وتمرغت على قدمي ثم كتب إلى النبي رسالة رقيقة يجيبه فيها إلى دعوته المباركة ويخبره أنه قد أسلم قبل ذلك وأنه يجدد إسلامه مرة أخرى إكراما لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سر النبي بهذه أرجوة الرسالة سرورا شديدا الرسالة التانية قلنا أن عمر بن أمية الضمري كان معار سلتين جايبهم من النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي الرسالة الأولى بيدعو فيها للإسلام فأسلم والرسالة التانية كان لها قصة جميلة أوي 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 ومؤسرة وحلو أوي أوي الرسالة التانية أن النبي بعث للنجاشي بيطلب منه أن النجاشي يكون وكيله ويجوزه من رملة بنت أبي صفيان اللي هي أم حبيبة إيه حكاية أم حبيبة إيه حكاية رملة بنت أبو صفيان سنساتها مازالة مشركا أبو صفيان ما أسلم إلا في عام الفتح وفضل في عداوة للنبي واحد وعشرين سنة أخذوا بالكم بنته اللي هي أم حبيبة اللي قبل ما تكون أم حبيبة قبل ما تخلف حبيبة كانت رملة بنت أبي صفيان اتجوزت عبيد الله ابن جحش اللي هو أخه عبد الله ابن جحش وعبيد الله ابن جحش كان مسلم وكان صحابي فهي أسلمت وهو أسلم واتجوزه وهربت من بيت أبوها لأن أبوها كان ساعتها من صنديد الشرك والوفنية ولو أعرف هيقتلها هي وجوزها فهربت هي وجوزها فرارا من بطش كريش تعذبوا وتبهدلوا وتأزوا إزاء شديد جدا فهربت في ساعة كده هربت هي وجوزها وطلعوا مع المهاجرين اللي هاجروا إلى بلاد الحبشة فلما وصلت هناك حست بالراحة والأمان والفرحة أنه عايشة في رحاب النجاشي هذا الملك العادل اللي فعلا خلى حياتهم يعني أحسوا كده بأمان وبيعبودوا ربنا هم مرتحين ويروحوا شغلهم وياكلوا ويشربوا ويعبودوا ربنا وأمان وما فيش أي مشكلة خالص ولكن تأتي الرياح وبما لا تشتهي الصفن في يوم الأيام قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه عبيد الله بن جحش ارتد وتنصر طبعا حتة أنه ارتد وتنصر دي خلاب من أهل العلم وده من باب الأمانة العلمية بعضهم بيقول لا هو مات وبعضهم بيقول لا دا ارتد وتنصر وفضل يشرب الخمر وطلب منها ثلاث حاجات قال لها إما أن أنت تتنصري معايا عفوا من خيارها بين أمرين إما أن أنت تتنصري وإما أن أنت تتطلقي فلاقيت نفسها بين ثلاث خيارات أحلاهم مر إما أن هي تترك دينها علشان خطره وإما أن هي ترجع لأبوها لو أبو صفيان يعذب فيها ويأذيها وإما أن هي تعيش هي وبنتها لوحدهم وتبعد عنه وتطلق وتعيش لوحدها في هذه الغربة وحيدة فريدة فآثرت رضا الله يا الله الدين غالي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دينك دينك لحمك دمك فقالت لا أطلق أحسن وأعيش أنا وبنتي وأبعد عنه فقدر ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يفكر عبيد الله بن جحشر لأنه طلقها في يوم الأيام خرج وهو سكران وقتل وانتهت حياته في بلاد الحبشة أعدت أم حبيبة هي وبنتها في الغربة جزها اللي كان معها ارتد ومات وسبها لوحدها لا تقدر ترجع مكة أو المدينة وتتأذي من أبوها اللي هو أبو سفيان ولا هي قادرة تعود وعيشة في عذاب شديد جدا لكن بفضل الله من المحن تأتي المنح ما فاتتش غير فطرة بسيطة جدا 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 ووصلت رسالة بعض الصحابة إلى النبي يشكيلوا ويحكيلوا حال أم حبيبة رملة بنت أبو سفيان وإزاي إن هي ضحت بكل حاجة عشان تحافظ على دينها وعلى توحيدها وعقيدتها وهي دلوقتي عايشة لوحدها في بلاد الحبشة حب النبي يكرمها فبعت للنجاشي قال له أنت وكيلي في أنك تجوزني رملة بنت أبو سفيان في اليوم دوت راح النجاشي بعت الوحدة يعني الجارية بتاعته كان اسمها أو الوصيفة بتاعته اسمها أبرها قال لها روحي بشري رملة بنت أبو سفيان إن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتجوزها فأبرها راحت مخبطة على رملة بنت أبو سفيان فرملة بتقول مين قالت لها أبرها ففتحت قالت لها أبشري يا أم حبيبة فلقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطابا للنجاشي ليكون وكيلا له في أن تتزوجي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزلت على الأرض سجدت لله شكرا وهي بتبكي وفرحانة من شدة الفرح فرحة لا تخيالي حضرتك وانت قاعدة وجايل الجواب أن النبي هيتجوزك تخيالي بقى النبي فرحتك فرحة ما بعدها فرحة طبعا بعد الهم والغم والحزن والقلق اللي عاشته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة جالها الخبر فقالت لها النجاشي بيقولك هتوكل مين عشان يكون وكيلك النجاشي هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم مين بقى هيكون وكيلك عشان يجوزك قالت لها خالد ابن سعيد ابن العاص لأن ده أقرب واحد لي في الغربة وبالفعل جاه النجاشي ودع الصحابة جميعا للحفل الجميل البهيج أعظم حفل في الدنيا لتزويج النبي صلى الله عليه وسلم من رملة بنت أبي سفيان وقال لهم لقد أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم يوكلني في أن أزوجهم من رملة بنت أبي سفيان من أم حبيبة وقد أمهرتها قدمت لها مهر نيابة عن النبي ربعمائة دينار وده كان أغلى مهر تقدم لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قدمت لها ربعمائة دينار ذهبية مهرا لها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها خالد ثم تقدم خالد ابن سعيد وقال أحمد الله أستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد أجبت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته موكلة رملة بنت أبي سفيان الله والنجاش رحمه الله رحمة وسعة عمل وليمة كبيرة وأكل كل الصحابة وكل اللي أسلمه من بلاد الحبشة حضروا الحفلة الجميل دو والكل أكل في هذه الحفلة الجميلة ونساء النجاش رحوا بعطوا بقى العطور والحاجات الجميلة والهدايا الجميلة والأقمشة والحرائر بعطوها هدية لرملة بنت أبي سفيان كمشاركة في هذه الحفلة الجميلة وبفضل الله سبحانه وتعالى أسلم طبعا أسلم النجاشي وأسلمت نساء النجاشي وبفضل الله سبحانه وتعالى وكانت حفلة في غاية الروع والجمال إيه اللي حصل بعد كده يا جماعة ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في الحلقة الأخيرة اللي جاية من حياة النجاشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته